فالقصة أو الجزء ده مش مكتوب بس عشان الخدام المتفرغين بس لكن لكل أول عدد وهنمشي في جزء جزء فيها حطيت عليه عنوان طلب المعونة بقول لسي الرسول بيتكلم مع تمساوس بقول إيه فتقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع عايز يقول له أن قوتك ما هياش في خبرتك في الحياة قوتك مش في اللي تعلمته قوتك وقدرتك مش في اللي اكتسبته ولا في مالك ولا في علاقاتك مع الآخرين قوتك فين بالنعمة التي في يسوع المسيح كل ما هو أو كل ما نملك هو موجود بالنعمة هو موجود منين من يسوع المسيح حطهوني النعمة يعني ايه حاجة مجانا حاجة ببلاش الوزنات وعارفين مثلا الوزنات كل واحد أخد وزنة خمسة اللي أخد ثلاثة اللي أخد عشر وزنات كل واحد أخد وزنة المشكلة في أنه كل واحد بيبص على قدر الوزنة بتاعته وبيبص على الوزنة اللي في إيدين أخوه فيشوف أنه الوزنة بتاعته قليلة فابتدي يا كده لا هو الله بيقول لك الوزنة اللي موجودة معاك أنا مدهالك مجانا بس المهم منك تكون ايه أمين فيها ده المطلوب منك تقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في يسوع المسيح وإنت رايح للخدمة مش هتستند على خبراتك وعلى إنك تعلمت ولا درست في اللهوت لكن اعتمد على النعمة طبعا ده كله كويس أنك تدرس وتتعلم بس عايزة أقول لك اعتمد على النعمة اللي موجودة في يسوع يعني اعتمد على الروح القدس مهما كنت درست بس هتوقف تتكلم فالكلام لو هو جاف من غير الروح القدس هيبقى ايه جاف ملوش اي قيمة هنا كلمة تقوى تقوى يعني ايه يعني يخد قوة اي واحد بيداخل رياضة بيعمل ايه بياكل ويدرب ويكون عنده تجهزات كده عشان يخش ماتش اللي هو داخل عليه او الرياضة اللي هو داخل عليها ازاي اكون بتقوى هقولها في اربع كلمات بسرعة كده لكن مش هخش في تفاصيل لانه كل واحدة منهم عايزة خدمة لوحدها اول حاجة عشان اتخليني اكون قوي كلمة الله ده الغذاء الروحي بتاعي ده اللي انا باكل منه واشبع منه واتميلي بيه كل ما اكل كل ما هيحصل ايه كل ما اتقوى الامر التاني الصلاة العلاقة بيني وبين ابويا السماوي هي اللي بتعمل ايه هي اللي بترويني هي اللي بتفتح الابواب عشان افهم كلمته وكلمته تثبت فيا الامر التالت الشركة انا قلت الاربع كلمات دي كل واحدة خدمة كلمة وازاي كل من ندرسها دي خدمة لوحدها الصلاة الامر التالت الشركة شركة المؤمنين او عتفتكر وانت قاعد في البيت اصل انا بصلي وبقرأ كتاب في البيت مع نفسي وما فيش الشركة انت بتموت انت بتموت شركة المؤمنين هما اللي بيشجعوني هما اللي بيعضدوني هما اللي بيدوني القوة بالروح القدس طبعا مش بقوتهم هما لكن وجودي في وسط شركة المؤمنين انا بتشجع وباقبل على ايه على الخدمة اللي انا داخل فيها هي اللي بتكبرني هي اللي بترويني شركة المؤمنين اخر حاجة التعليم التعليم هو اللي بيثبت الكلمة اللي انا بقراها في البيت او ايا كان بشارك فيها هي اللي بتثبت الكلمة اللي فيه اللي جوايا هي اللي بتتفسر التعليم اللي بناخده في كتاب في الكنيسة هي اللي بتفسر كلمة الله وتخليني ازاي اكون بعمل ايه باعيش الكلمة كده تميساوس تقوى انت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع انا بقيت ايه دلوقتي قوي بالكلمة بالصلاة بالشركة المؤمنين بالتعليم الكلمة في الكلم قدس. العدد اللي بعد كده وما سمعته مني بشهود كسرين اوضعه اناسا امناء يكونون اكفاء ان يعلموا اخرين ايضا ايه الجزء ده ده عبارة عن تلمزة تلمزة يا تميساوس نعم يا بولس اللي انت سمعته مني بشهود كسرين اي حرفة يمكن فينا ناس عندهم حرفة يدوية وناس بيشتغلوا شغل إداري في الغالب لما بيكون في واحد في ايده حرفة ويكون محتاج حد يساعده في الشغلانة بتاعته بيعمل ايه بيجيب حد يساعده اسمه صابي فيعمل ايه الصابي ده بيساعده في الشغلانة بتاعته بس الشخص المحترف ده واللي متعلم الحرفة ده مش دايما بيدي كل تفاصيل الشغلانة بتاعته البين ليه عشان ما يجيش ياخد مكانه ليشه صح لكن بيعمل ايه بيحتفظ بجزء خاص بيه وما برضاش يدي سره لحد يقولك دي اسرار شغل حتى مين حتى الموظف الاداري طب خليك وانت بتعلم ابنك هتقول له ايه انا احب ان ابني يطلع حسن مني فانا اعمل ايه ادي له كل التفاصيل اللي موجودة معايا وخبرتي لفين لابني عشان كده في العدد الفات بيقول ايه فتقوى يا ايه ابني وهنا بولس الرسول بيتكلم مع تمساوس وبيقول لك ايه بيقول لي تمساوس زي ما انت كنت ابني لي انا عايز تربي لنفسك ابناء ليك في التلمزة اللي انت سمعته مني بشهود امناء داوة خليه خزين عندك وبيقول لك ايه اوضعه تعرفين اوضعه يعني ايه وديعة وديعة دي حاجة سمينة حاجة غالية الغالي والسامين اللي انا قدته لك يا تمساوس هو اتحضره وتدي لناس ما يقدروهش دا لكن يكون هنا ايه اكفاء انا عايز ناس يكون اكفاء ناس على قدر من الفهم والمعرفة طب دول اختارهم ازاي الرب يسوع وهو بيخدم كان بيوعظ لالاف من الناس لكن اختار ايه تلميذ كان بيناقي ناس معينة زي ما يقول بيناقيهم على الفرازة بالرغم ان كان فيهم واحد خاين ووارد وانت بتناقي تلاميذ وبتربيهم وبتعلمهم يكون فيهم واحد خاين دا ما يزعلكش دا ما يضايقكش دا ما يخوفكش لكن انا بعمل الامانة اللي انا اخدتها واستلمتها في ضرورة علي ان انا لازم اكون بعمل ايه بسلمها المين لاخرين وتعامل معهم كايه كابناء انتعارفين يعني كابناء يعني مخبش حاجة لكن اعلمهم في كل شيء عشان كده بولس الرسول بيقول ايه وما سمعته مني بشهود كسرين اوضعه واناسا امناء ان يكونون اكفاء ان يعلموا اخرين خلي بالكم كلمة الله مش هتتنقل معلش سامحوني من خلال الوعظ بس في الكنيسة مش هتتنقل بالطريقة دي ابيتزن اي كنيسة ويساعدني فيها الناس اللي درسوا هارفا اي كنيسة هي مبنية على ستة اعمدة مبنية على ستة اعمدة الستة اعمدة دولة يكونوا متسويين ومتكافئين لو تخيل انه في عمود ده اطول من العمود ده البيت يعمل ايه يقع ستة اعمدة دولة هي الكرازة التلمزة التعليم الصلاة الشركة الفرائض اللي احنا بنمارسها اذا كانت المعمودية او التناول الميت دولة ستة اعمدة ياما كنيس بتشتغل في حاجة واحدة بس وتدي كل طاقتها في في الكرازة ولما تشتغل في الكرازة اللي ييجي ويقبل المسيح ولا يلاقي تلمزة ولا يلاقي تعليم يحصل ايه هيجيلك مرة واثنين ويهلل ويسقف معاك ويفرح وياخد بعض ويمشي لكن تلاقيه من جوه ايه فاضي وما عندوش حاجة عشان يعلم ايه اخرين عشان كده هنا بوليس بيهتم بالامر ده بيقوله وما سمعتهم مني بشهود انكسرين اوضاعهم الناس انا عايزة كل اللي خدتوا مني يا تمساوس تعلموا الاخرين عشان الاخرين دول يعلموا اخرين ايه ايضا العدد اللي بعد كده والعدد اللي بعد كده من تلاتة لستة وانت بتعلم وانت بتنقل الرسالة في تمن تمن هتدفعه اوه هتفتكر ان الخدمة بتتقال بسهولة اوه هتفتكر انكو انت داخل الخدمة الناس كلها هتسقف لك وتهللك وتقولك برافو لكن فيه تمن بيتدفع ويقولك ايه فاشترك انت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع ليس احد وهو يتجند يرتبك بعمال الحياة لكي يرضي من ايه جنده وايضا ان كان احد يجاهد لا يكلل اللي لم يجاهد قانونيا يجب ان الحارس الحراس الحراس الذي يتعب يشترك هو اولا في الاسمار نرجع لعدد الاربع من الاول ليس احد لعدد ثلاثة عزف فاشترك انت في احتمال المشقات كجندي صالح تخيلوا معايا هو عطى ثلاث تشبهات هنا على فكرة من ثلاثة لست عطى ثلاث تشبهات عطى تشبيه الاولاني انك انت زي الجندي والجند هنشوفه بيحارب ازاي وهيكسب ازاي والتشبيه التاني شبهك في انك انت بتجري في سباء بتجري في سباء انت بتشتغل شغل رياضة بتعمل سباء وانت لو ما كنتش بتسابق القانونية هنشوفها تاني الامر التالت بيقولك انت شغال مزارع ومكافئة ايه الزرع اول حاجة كجندي عايزكم تتخيلوا معايا كده وتشاركوني في حتة صغيرة دي اللي هسألها لو في ملك ومعه جيش والجيش ده طلب منه الملك الملك طلب من الجيش ده يخش على بلد والبلد دي يحارب فيها ويستولي على كل يقتل الناس اللي موجودة في البلد دي ويقتل الجيش اللي موجود في البلد دي والجي الملك اما قال الجنود بتوعه ايه لما تخشوا البلد دي وتقتلوا كل اللي فيها كل اللي هتحطوه على ايديك فيها ده بتاعك قال الجنود كده كل اللي هتحطوه على ايديكم فيه ده بتاعكم انتو تمام فالجنود يتحمسوا قوي احنا هنخش البلد دي واللي هقدر طول بيت طلت بيتين طلت فدان عشر قفدنة اللي هحطوا ايدي عليه بحسب امر الملك ده هيكون بتاعي تمام تخيلوا الجيش ده هيخش هيكسب ولا هيخسر يكسب شكرا ليه? هيهتم بنفسه هيهتم بنفسه كل همه مش انه يحارب كل همه ان يحط ايده على ايه? تمام? فداخل على حرب هو مش مشغول بالحرب هو مشغول بالله هيحط ايه? ولو خط ايديه حتى على حاجة هيعمل ايه? الجنود مع بعضهم هيعملوا ايه? هيقتله في بعض. ليه? لانه كل واحد عايز يستول على اكتر. ولو هو حط ايديه على حاجة هيرجع جندي تاني? ما انا ملكت هرجع جندي تاني ليه? فانا قعدت. تشبيه ده ليه? لانه احنا كجنود مش انا بس اللي جندي كل واحد امن بالمسيح هو جندي في جيش الله. بس وانت جندي قدامك حرب خلي بالك الحرب بتاعتك مش انك تمتلك. الحرب بتاعتك هي ضد ابليس. عشان تاخد ايه? تاخد النفوس اللي في ايديه? وترجحها المين? ترجحها للملك. مش انت لا تملك. احنا في اوقات كتيرة في كناس بنتعارك وبنتصارع عشان ايه? املك حتة ولو ملكتها اعمل ايه? احارب اللي حوالي. الحرب مش مع الجنود اللي حواليك. الحرب مش عالخدمة. الحرب انه هي ان انا اكسب النفوس ورجحها لمين? المجد يقول ليه يرجع لمين? للملك. عشان كده بيقولك كيف اشترك انت في احتمال مشاقاتك الجندي صالح? لمين? مش لنفسك. اللي بيظهر هنا مش مش الشخص اللي بيقف هنا. هو الله هو اللي بيظهر. وانت بتخدم مش عشان تظهر انت قدام الناس ان انت بتخدم. لكن المجد يرجع لمين? ليسوع المسيح. العدد اللي بيقولك ايه? ليس احد وهو يتجند يرتبك بايه? متشغلش باللي حواليك. متشغلش وعلى في انت عارفين ايه هي عمال الحياة اللي بتشغل الانسان? جزء منها اللي انا قلتها في المسأل اللي قلته دلوقت. ان انا امتلك. الحاجات اللي احنا بنعملها هو ويدة اللي هنقولها. تلات حاجات. المال والسلطة والجنس. دولة اللي بيقعوا اي ايه? اي واحد خادم. دي بنقولها ونعلمها من زمان. فعايزي قولك ما ترتبكش بعمل حق. وعلى الفكرة. وقت ما تبدأ خدمة حقيقة. ممكن في وقت من الوقت يجي. ده يجي لك احلى شغل وتكسب منه احلى فلوس. وبالحلال خلي بالكم. وقت ما تجي لك خدمة معينة في الكنيسة وتبقى قدامك ان انت تعمل او في اي مكان انك تعملها. ده الوقت اللي بيجي لك فيه احلى شغل واحلى فلوس. عشان ايه? عشان يشغلك. ويخليك تكسب. وتسيب ايه? وتسيب مكانك وموقعك كجندي انك تقفت وتحارب عن كلمة الله. انت مش عايش في الحياة عشان تاكل وتشرب. لكن انت عايش في الحياة عشان تعمل ايه? انت عايش في الحياة انت كجندي صالح ليسوع المسيح. تشبيه تاني اللي قالوا. وايضا ان كان احد يجاهد لا يكلل ان لم يجاهد ايه? يعني عايز يقول لك وانت داخل سباء. اوعد غش في السباء ده. ومش هتكلل يعني اي واحد لو داخل في السباء. وانا هجري مسافة تلاتة كيلو ولا اربعة خمستاشر كيلو زي ما بيقولوا. في ناس بتاخد منشطات غير قانوني عشان يعمل ايه? هياخد قوة في الجسد يقدر يمارس الخمستاشر تاعدها. لكن هنا بيقول لك ايه? وان كان احد يجاهد لا يكلل ان لم يجاهد ايه? قانونيا. ازاي اكون بجاهد قانونيا? هي اللي احنا قلناها في الحاجات اللي فاتت لنا. بكون بدرس كلمة الله. وبكون بشارك الشاركة والصلاة والتعليم. الجهاد القانوني هو بيبقى بيبقى ليه مواصفات معينة. المواصفات المعينة هي ايه? ان انا اكون بتضرب. التدريب حقيقي. عايز اقول حتة كده انه دايما بناخد مثل المرأة السامرية انها اول ما سمعت كلمة يسوع راحت ام اتبلغت الناس كلها والناس امنوا ورجعوا. تمام? في البعض بيستغل الحتة دي بيقولوا ان هي ولا تعلمت ولا درست ولا عرفت لكن عملت ايه? جابت الناس وده حقيقة وصح. وده كويس. بس الامر هو محتاج لتدريب. محتاج ان انا اسمع كلمة الله. محتاج ان انا اكل. زي ما قلنا فتقوى انت فين? بالنعمة التي في يسوع المسيح. انت تقوى يا بتوب مساوس. يعني تعمل كل من الكلمة. اشبع. اتملي. خلي في صلة بينك وبين الله. الشاركة بين المؤمنين والتعليم اللي انت بتسمعه. انت بيقى ايه قوي. فلازم يكون فيه تدريب في الحياة. والامر الثاني لازم يكون فيه انكار للذات. انا بخدم وانا عشان اكون. بتدرب قانونيا. شروط الجهاد القانوني ان اكون بتدرب. الامر الثاني انكر الزاتي. الامر الثالث الخضوع والطاعة. الخضوع والطاعة. وده على الفكرة امر مهم جدا. على الفكرة كل واحدة من همكم تتكلم فيها في خدمة. الامر الثالث يكون عندك امانة. المسأل الوزنات زي ما قلنا من شوية انه 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 شرط انك تكبر الوزنة اللي موجودة في ايديك اللي الله عطوها لك مجانا. انك تعمل ايه? تكون بتخدم فيها بايه? بامانة. المصابرة وازهار مجد الله. المسأل الاخير او التشبيه الاخير. يجب ان الحارس الذي يتعب يشترك فيه او هو اولا في الاسمر. كل واحد بيزرع. بيحصل ايه? بيحصد. وهتاكل من السمر بتاعك. رابعا. فيه العدد البعض دي. تعرفين بعد ما بولس اتكلم مع تيميساوس وقال له الامر دوة وازاي تكون بتجاهد وازاي تكون بتاكل وتشرب وتتتقوى في الامان وكده. فراح قال له ايه? زي ما انا اقول لكم ده انتو فاهميني? انتو فاهمين اللي انا بقوله? وصلكو كل اللي انا قلتو من بقالي عشر دقايق دلوقتي. وصلكو في اللي انا قلتو من عشر دقايق ولا انتو? هو بولس انا بيقول له افهم ما اقول فليعطيك الرب فهما في ايه? في كل شيء. يا ما ناس بتخدم وهي مش فهمة. مش اخد امثال من الحياة او اللي كنت هاخد امثال من الحياة لكن هاخد مثلا مكتب مقدس. بولس قبل ما يبقى بولس هو كان شاول كان بيخدم ولا بيخدمش? ده بيخدم وبيجاهد وبيحارب المسيحية وبيقتل كل المسيحيين او بيشارك في قتل المسيحيين بالجنود الرومان وهو مبسوط وفرحان وفاكر نفسه بيعمل ايه? لانه ما كانش فاهم. ارد توراوه على فكرة كان بولس دارس. بس كانش ايه? فاهم. فعشان كده بولس الرسول بيننبه تميساوس بيقول له افهم ما اقول فليعطيك الرب فهما. وفيه مثلا انا قلته من شوية لما بيبقى في كنيسة فيها ستة عمودة لما بيشتغل في عمود واحد وافتكر نفسي ان انا باخد معامل النشاط ومش بيشتغل في الباقي فانا مش فاهم. انا مش فاهم انا ببوز الكنيسة مش ببنيها. لكن هنا بولس رسول له افهم ما اقول فليعطيك الرب فهما في كل شيء. الامر اللي بعد كده وده كان تنبيه لبولس عشان يصحيه ويفوقه من الامور اللي فاتت. الامر الاخير الهدف رسالتنا. ايه الهدف من رسالتنا? ايه الهدف انك تكون جندي والتشبهات. وكل اللي ان انت قلته يا بولس من فترة اللي فاتت ديلي تيمساوس. الهدف انك تاكل وتخلي تاكل ويشرب ويتقوى في الايمان. ايه الهدف ده كله? قال له في العدد ده. اسكر يسوع المسيح المقام من الاموات. حضر الاسيس من شوية كان بيقول ايه? كيف انسى سيد الغالي المسيح? انا عايزك وانت في كل وقت اوعى تنسى عمل الله من اجلك. واتكلم بي. اتكلم بي. اسكر يسوع المسيح المقام من الاموات من ناس لداود بحسب انجيلي. العدد اللي بعده بيقول ايه? الذي فيه احتمل المشقات حتى القيود كمزنب. الله عايزك يقول لك اوعى تنسى الهدف وانت بتخدم. لانه ساعات وحنا بنخدم بنعمل ايه? بننسى الهدف اللي قدامنا ان انا ايه? اتكلم عن يسوع المسيح. اتكلم عن بشارة الانجيل. بشارة الفرح. الحاجة اللي فرحتني. وكانت سبب لخلاصي. واعطتني حياة ابدية. لازم اكون بديها للاخرين. واشارك بيها الاخرين من كل فرح. اوعى تكون شايف اخوك بيموت. اللي هو طبعا الموت الروحي. وهو بعيد. وانت انا نالي. انا الحمد لله على اكتب ربنا حلوة وزي الفل. وانا عايز زي الفل. مش مهم بقى اللي يموت يموت ويعيش يعيش. فهنا بيقول له ايه? بينبه بقول له اذكر المسيح المقام من الاموات بحسب انجيلي. انا عايزك توصل بشرط الفرح لكل واحد ومتقعدش ساكت. لانه زي ما قلت لكم كده ساعات بنفتكر وبنركز على الخدمة اكتر من المخدوم. ساعات بنركز على الخدمة اكتر من الرسالة. والهدف من الخدمة. فبنعمل نشاط. فالله هنا بيصحي. او بولس الرسول هنا بيصحي بولس بيقول له خلي بالك. اذكر يسوع المسيح المقام من الاموات من الناس لداود بحسب انجيلي. الذي فيه احتمل المشاقات. خلي بالك. وانت بتخدم خدمة صح. لو بتخدم خدمة روتونية مش هتلاقي في حرب عليك. لو انت بتعمل نشاط مش هتلاقي في حرب عليك. لكن الحرب بتجي دايما امتى? بيقول ايه? لما تكون بتكسب نفوس. لانه الحرب بتاعتك ضد مين? زي ما قلنا? ضد ابليس. ما هيش سهلة. فهو انت بتحارب ضد ابليس عشان تاخد النفوس. انت بتعمل ايه? في حرب عليك. دي حرب. ففي مشاقات. هنا بيقول ايه? الذي فيها احتمل مشاقات حتى القيود كمزنب. انا اتقيت بولس بالكالي. بيقول انا اتقيت كمزنب. اتسجنت كزا مرة. اتبهدلت. وانا بوصل كلمة الله. اتأثرت كزا مرة في السجن اتبهدلت. والمسيح نفسه اتحصل له نفس الاتعاب والمشاقات اللي بيمر بيها كله مؤمن. هو المثل الاعلى لنا. فبيقول له انا كمزنب. لكن كلمة الله ايه? خلي بالكم. في العصور الاولى يا ما ناس ماتوا واستشهدوا صح? كلمة الله انتهت معهم. كلمة الله لا تقيد. ما اكسب ليك انك تشتغلها وتدفع التمن. لكن خسارة ليك انك ما اشتغلتاش لان انت اللي خسرها لكن كلمة الله هتكون بايه? بتستمر. كلمة الله لا تقيد. لاجل ذلك هنا بوليس بقول انا اصبر على كل شيء. لاجل مين? المختارين. انا باصبر. ايه يا بوليس اللي خليك تصبر على المشاقات دي كلها? عشان بحب الناس اللي حوالي ونفسي انهما يعرفوا المسيح. لاجل المختارين لكي يحصلوا هم ايضا على الخلاص الذي في المسيح يسوع مع مجد ايه? مع مجد ابدي. بسرعة اجري معاكم. هنا بيتكلم في يسوع المسيح على فكرة تعليق صغير كده. اي مشاقات واي الام. تخيلوا في ايام العصورة الاولى ويمكن في الفترة الاخيرة دي كام واحد تحط على رقب الصيف وتقطعت عشان شهادة المسيح. صح? وهو بيتدبح احنا بنستغرب بنقول هو قدر يستحمل ازاي? وهو بيتعذب في العصورة الاولى. هو بتعذب ومستحمل ازاي? لانه في يسوع. دي المعجزة خلي بالكم. وانت في يسوع هتكون فيه مشاقات وفيه تمن هتدفعه. احنا في الوقت داي ممكن ما نشوفش اضطهادات بالشكل اللي كون بنشوف دولا. لكن فيه اضطهادات بشكل معين. ممكن يكون من داخل الكنيسة. من داخل المؤمنين بنخبط في بعض وبنعمل فيه اضطهاد. لكن بيقولك وانت في اليسوع المسيح انت بتعمل ايه? انت قوي. هتقدر تحتامل المشاقات وتعدي المشاقات. تكلفة والمكافأة في عدد اللي بعد كده صادقة هي الكلمة. انه ان كنا قد موتنا معه فسنحيا معه. عازي يقولك وانت بتخدم الله حتى لو وصلت للموت. وهنا الموت ممكن تتفهم بمعنيين. الموت الجسدي والموت عن الزيت. بيقوله وان صادقة هي الكلمة. ان كنا قد موتنا معه فيحصل ايه? فسنحيا معه. يعني حتى اين شوكتك يا موت اين غلبتك يا ايه? بيقول حتى الموت مالهوش اثر علي. بقول لسه الرسول بيقول لي الحياة هي المسيح والموت هو ايه? انا الموت مش خايف منه. ده الموت بالنسبة لي هو ربح هو مكسب. ليه لانه في حياة ابدية انا هاخدها. وفي غلطية اثنين عدد عشرين. بقول مع المسيح صلبت. فاحيا لا انا بل ايه? ايه يا بقول صلبت ايه? صلبت الزيب بتاعتي. الصلب يعني موت. انا الزيب بتاعتي ماتت. وانا بخدم مش انا اللي بظهر. لكن مجد المسيح هو اللي بيظهر. مع المسيح صلبت. فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيي. فما احياه الان في الجسد. فانما احياه في الايمان. ايمان ابن الله الذي احباني واسلم نفسه لاجلي. ده اللي هنا بيقول صادقة هي الكلمة. كلمة صادقة يعني عايز يقول انه الله ما بيغيرش وعوده. اللهم ما بيبقاش النهاردة بيقول كلام وبكرة يقول كلام تاني ويتغير. لانك انت بقيت وحش. فمعليش المعاملة بالمثل. فانت وحش فان هتعامل وحش. اللي هو لك صادقة هي الكلمة يعني عايز يقولك اني وعدي ليك هو صادق. وان مت عن ذاتك فانت ليك حياة ابدية. ليك حياة ابدية. صادقة هي الكلمة. وان كنا انه ان كنا قد موتنا معه فسنحيا معه ايضا. العدد الاخير او الجزء الاخير من عدد اتناشر لتلاتاشر ده اللي هنختم به. تحزير. تحزير بوليس الرسول بيحزر تميساوس بيقول ان كنا نصبر فسنملك ايضا معه. وان كنا ننكره فهو ايضا ايه? سينكرنا. يعني عايز يقولك وانت بتخدم ان كنا نصبر هتملك. النهاردة شايفها ظلمة لكن بكرة في ايه? نور. النهاردة شايفها فقر لكن بكرة في ايه? خيرات. والله بيقول بطرس مرة سأله قال له يا رب احنا تعبعناك وما زالنا يعني احنا شايفينها متضلمة مفيش مفيش خير معانا. احنا تعبعناك واسبنا اموالنا واسبنا الصيب بتاعنا واسبنا كل حاجة ومشينا وراك ايه اللي لينا? هناخد ايه? فطبعا رب يسوع قال له هتاخد مئة ضعفة في هذا الزمان والباقي في الحياة ايه? او الاعظم هيكون في ايه? الاعظم هيكون في الحياة الابدية. الله ما يبادش مديون لحد ده واحد تفتكر انك وانت بخدمتك بالدين الله. واحد تقول ان انا بخدم فانا افضل من الاخرين وانت يا رب ما انا خدمت اكون عملتك ما تحليش ليه مشاكلي. الصلاة ما تبقاش كده. انت مش بتحطمه ايضا مع الله في انه انت عشان عملت كذا فانت هتاخد كذا. مش دي خالص. الخدمة هي صبر. الخدمة ما هياش بتيجي في وقت فراغك والرفاهية. وقت ما يكون فاضي اجي اخدم ووقت ما يكونش فاضي وعندي الشغل فخلاص يعني حد تاني سد. الخدمة هيش رفاهية هي هي تعب وجهاد. وجهاد مش موجودة على الاسيس ولا على الشيوخ ولا على الخدام. دي موجودة ومسؤولية على كل واحد فيكم. مسؤولة على كل واحد فيكم. فبيقول ايه فان كنا نصبر فسنملك. في ملك. في 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 تعويض. في حاجة هتاخدها في الوقت اللي جاي. وان كنا ننكره فهو هعمل ايه. في وقت التعب في ناس بتخلع. في وقت التعب في ناس بتكسر. وتبعد. الله بيقولك اذا كنت انت هتنكره. الذي ينكرني قدام الناس. قدام ايه. قدام ابي. الذي بس موعد. هنا الانكار. اه. كنا بنتناقش فيها انا والاسيس يوم الجمعة. مع الاسيس بخيط. واحنا نتكلم هي الانكار هو هو الشخص الذي ينكر المسيح. او ينكر ايمانه قدام اخرين. اللي ينكر المسيح اللي هو انت وصلت له الرسالة وكلمت وقولك لا مش لازمني. مع السلامة. فانكر ما انا مش عايزه. مش عايز الرسالة دي خالص. فيعمل ايه. الذي ينكرني قدام الناس. انا انكره قدام ابي. الازم في السماوات. وهنا برضك الانكار موجود انه واحد عاش في حياته في المسيح شوية وعايش. ها. بس واضح انه مكانش مسبت. مكانش اتعلم. مكانش تقوى زي ما قلنا في الاول. يحصل ايه? اول ما سكينا توقف على رقابته اول مشكلة يعمل ايه? يبقى المسيح انا مش عايزك. فيحصل ايه? يحصل هنا انكار. وان كنا ننكره فهو ايضا ايه? سينكرنا. العدل اللي بعد كده. وان كنا غيره امناء. فهو يبقى امينا. خلي بالك. وانت بتسيب خدمتك وانت بتنكر وانت بتبعد. ومكتش امين. هو امين. امين. ولن ينكر ذاته. بمعنى ايه? بمعنى انه الرسالة اللي انا جيت بيها من السماء. علشان كل واحد انا مكمل فيها. في بلاد طردت المسيح وقالت له امشي برا. مش عايزينك. اتعقد والدايق واخب بعض وقال لا البشر ده ما لهوش عايزة فانهى البشر واخلق تاني غيره. ما عملش كده. لكن هو امين ومكمل الرسالة. انت عارفين لو العالم كله شر. وفي واحد كان المسيح جيه واتصلب عشان ايه? واحد. ليه? لانه امين الى الابد. خلينا نحويل رقصنا في صلاة. اشتركوا في القناة.